ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز خنوشة اليوم الخميس لاجتماع الأسبوع لمجلس الحكومة والذي أكد خلاله الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في تناسق تام مع تعليمات الملكية السامية والقانون التنظيم المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغات الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية السيد داخنوش هابا في مستهل لأشغال مجلس الحكومة بكافة أعضاء الحكومة إلى الانخراط الجاد والفعل للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية المتاحة لإنجاحه هذا وتوجى الاجتماع الذي اطلع خلال مجلس الحكومة على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية المعتمدة بأكرة توجى بالمصادقة على مشروع قانونا يتعلق بالخبراء القضائيين وعلى مشروعي مرسوم يتعلقان باختصاصات وتنظيم يزارة الصحة العمومية وبتطبيق الدريبة على القيمة المضافة فضلا عن المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا